مع ابطالنا زي بقول كده الحساب عشان يعني حتى لا يتكرر تقصير او فشل فلما بنقول حساب نقول ده دكتور مصابة مدبولي رئيس مجلس الزراء محترم لو سمحت حضرتك في المؤتمر الصحفي الاسبوعي المهم اللي بتكلم فيه للرأي العام على كل شيء اولوية هذا الاسبوع ماذا حدث في باريس ازاي البعثة لم تحقق الهدف منها ايه اللي حصل المسألة سيئة والشعب المصري اليوم من اللي فات دول الناس زعلانا جدا وغضبانا جدا غضبنا جدا يوم ماتش المغرب جدا منفعش مصر تخسر اه اخسر بس سلعب كورة اخسر بس سلعب كورة لكن لو رحت واخسرت ومفضيح اقوم كارثة 6-0 لا منتخب ده لازم يتشاف الحكاية ايه الاسباب وطاني بقول على قدر الخسائر لابد من الحساب ما حدش هو الحساب ولا واحد تقول الحساب ده لنت رئيس وزراء حضرتك كمسؤول رئيس مجلس وزراء معني تقول للرأي العام ماذا جرى والاجراءات ومن اليوم ناس سعد لوس انجلوس اللي هي بعد 4 سين من النهاردة بس سعد من النهاردة بخطط مدروسة باكاديميين بايداريسين اعزوا لحاكم حاجة في هذا الاطار عارفين امريكا جامعة هارفورد واحدة من اهم الجامعات في العالم بتدي منح دراسية لمين؟ الناس جايين لها من الدولة سين او الدولة صاد ويددينوا جنسية الامريكية بيددينوا منحة في هارفورد يددوا جنسية ويلعب أولمبياد باسم الولايات المتحدة الامريكية دكتورة فازت بدهب واحدة واحدة كده بالزبط طب قدها كام؟ عازوا لحاكم في هارفورد مشاركين بالعشرات من جامعة هارفورد بيلعبوا باسم الولايات المتحدة الامريكية الدول بتعمل كده لانه هارفورد عندها فلوس ميزانية دولة يعني فهما اللي بيصرفوا مش الحكومة الفيدرالية اللي بتصرف الجامعات بتصرف المملكة المغربية عندها خطة لهذا الامر خطة عندهم اكاديمية اكاديمية ملك محمد السادس ولما كنا في المغرب مع ساتيني محمد ابو العنين من ثلاثة شهور اعرف تواصيل مع كبار مسئولين في المملكة المغربية عندهم اكاديمية يدوروا عملوا كشفين طول ما انت ماشي في المغرب يمينوا الشمال تلقي ساحات شعبين ناس بتلعب كورة بيلعبوا هندبول بيلعبوا طايرة بيلعبوا باسكت واسا وملاعب ايه الجماعة قالك ما هو كده وعندنا الكشفين هما بيقولوا في المغرب ينزلوا يبصوا يشوفوا هات اللاعب ده وهات ده هات مثلا اربع خمس سلاف وواحد الاربع خمس سلاف دول يصفوا على كام يصفوا على متين طب المتين دول يصفوا على كام يصفوا على مية هو كده يبقى بتاخد من بين كام الف واحد ميت واحد يصفوا على خمسين الخمسين دول يدخلوا الاكاديمية بيأكلوا واعدين جوا الاكاديمية بكل شيء في الاكاديمية ثم بعد ذلك يروحوا فيين يروحوا أوروبا اسبانيا برتغال ألمانيا فرنسا قال إيه هم المنتخب المغربي الأول أو المنتخب اللونب اللي هو شوفناه مبارح مفيش حد في اللي بيلعبهم بارح قدامنا بيلعب في المغرب يمكن غير واحد ولا اثنين والباقي كلهم في أوروبا